خطوات دعوبة وواثقة تخطوها دولة مصرية نحو صناعات جديدة تحجز لها مكانا مميزا في هذا القطاع الضخم ومع إعلان تدشين الشركة المصرية للتعديل وإدارة واستغلال المحاجر والملحات لمجمع إنتاج ألواح الكوارتز بنطاق محافظة السويس أصبحت مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك المقاومات الكاملة لإنتاج الكوارتز من حيث المنجم والمصانع صرح جديد من صرح المجد تشيده أياد المصريين ليحجز به الصدارة والريادة في هذا المجال بين الأمم مجمع مصانع الكوارتز شهد على ذلك فهو الأول من نوعه والوحيد ليس في الشرق الأوسط وليس في أفريقيا وإنما في العالم أجمع الذي يقوم على هذه الصناعة بالكامل في كل مراحلها منذ بدء عملية التعدين في محاجر مرسى عالم وحتى خروج المنتج في صورته النهائية هنا في العين السخنى ربنا سبحانه وتعالى حبا مصرنا الغالية بالكثير من الكنوز في بطن الأرض ومن ضمن الكنوز خام الكوارتز اللي احنا نهاردة بنحتفل بافتتاح أول مجمع إنتاج الكوارتز في جمهورية بمصر العربية والدول العربية والدول الأفريقية مش بس كده احنا بنعلن وبكل فخر كمصريين ان احنا الدولة الأولى والوحيدة على مستوى العالم اللي تملك مقاومات الصناعة بالكامل ابتداء من تواجد المنجم وتوافر الخام حتى الوصول إلى المنتج النهائي ما بيش دولة في العالم عندها تكامل التوافر مقاومات صناعة الوحيد كوارتز غير مصرنا الحبيبة بإذن الله بسواعد مصرية مئة في المئة من أوائل خريج الكليات الهندسية المصرية والذين تلقوا أعلى التدريبات الميدانية في الخارج ليعودوا محملين بأرقى ما واصل إليه العلم والخبرة العالمية وبتكنولوجيا إيطالية أتقنتها الإرادة المصرية بل وفاقتها من حيث التطبيق العملي على أرض الواقع كانت نواته هذا المجمع تم إنشاء هذا الصرح بناء على توجهات السيد الرئيس بإضافة قيمة مضافة وتعظيم الاستفادة من خاماتنا الموجودة في بلدنا كان من ضمن الخامات دي الكخام الكوارتز اللي هو بيعتبر الدهب الأبيض وبناء على هذا التوجيه تم درس الاستفادة منه وتم إنشاء هذا المجمع المجمع ده بيكون من خمس مصانع الخامسة دول بعبارة عن مصنع التكسير الأولي وده اللي موجود في مرسى عالم جنب المنجم بتاع الكوارتز اللي هناك وبعد كده في عندنا في مطاقة العين السخن هنا فيه أربع مصانع تبعين للمجمع بيدخل في بعض الصناعات الدقيقة اللي بتحتاج درجة حرارة وبتحتاج ضغط جامد وبدأ بعد كده من الصناعات من أهم الصناعات دي صناعة الرقائق المعدنية بيخش في أجزاء من صناعة الساعات الكوارتز موجود في كل الصناعات اللي بتحتاج خامة زيتة صلابة عالية عندنا أنقى مادة خام على مستوى العالم إحنا المصنع الوحيد على مستوى العالم عنده دارة مقفولة من أول منتج الخام لحد التكسير لحد السلابس أو الدد الوحيد على مستوى العالم لأن بعض الدول طبعاً اللي عندها جزء من العملية التصنيع درجة النقاء 99-10% أهم مميزات المبنى عندي سياتك أنه مزود بسيستم متكامل للتخلص من الأتربة والدست النتجين عن عملية الخلط ده حفاظاً طبعاً على سلامة العاملين وعلى البيئة كمان المبنى بالكامل مزود بليزر باريار عشان حماية العاملين بحس لو أي حد دخل جوه الحيز بتاع المكينة وهي شغالة أوتوماتيك بتقف بدأ الأمر بفكرة ثم نضجت وتبلورت حتى صارت واقعاً نقف على أرض ونراه رأي العين ومن هنا كان هذا الصرح الذي ولد كبيراً ليكون شهداً من شواهد الإرادة المصرية الماضية قدماً في بناء الجمهورية الجديدة